اكتر من مرة تعرضنا لفضيحة الرشاوي التي يقدمها النظام السعودي لحكام الدول رئيس وزراء ماليزيا السابق واحد من هؤلاء اللي بيتم محاكمته العميل الصهيوني بتاع الرز طبعا الرشاوي وصلت لاسبانيا رشوة قدمها ملك السعودية الراحل ملك عبدالله لملك اسبانيا السابق اخوان كارلوس كارلوس لما تفجرت الرشوة هيري بخارج البلاد اكيد متابعين بعد ان وصلته تليفونات او اخبار انه هتبدأ ملاحقته سابق حصوله عرشوة بسيطة انا مش عارف اين لي خليه يهرب ميت مليون دولار من السعودية كانوا الرقم كان اعتقد اكبر من كده في ماليزيا كان كامل رقم في ماليزيا قال لهم يا جماعة دي حاجة خاصة لكن ملك اسبانيا خرج من اسبانيا في تحت سطار الليل لما عارف ان الحكاية هيبدأ فيها تحقيقات قال لك لا الحكاية ما تستحملش لننعد تعال نشوف ماذا قال الاعلام الاسباني عن مشهد العطية السعودية بمئة مليون دولار لملك اسبانيا السابق بمئة مليون دولار من السعودية طبعا انا اسف لقطع استمتع حضراتكم بالمتابعة الاخبارية وجهته يا ترى ممكن تكون فين وجهته كارلوس خوان كارلوس ممكن تكون فين وجهته اكيد مش السعودية اللي دفعت لكن هي الوجهة اللي بيتوجه لها دعونا نقول كل أشراف العالم راح الامرات العربية المتحدة الشكيكة جنة جنة سعود جنة حضر من الوقت يقول جنة منقل لكنه تحرق بنجم مجرد هذا يحتجل يجب أن يجب على المغون يجب ان 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 تقلال كيفية حسنة حسنة يجب أن يترك ونحن نفسه في حقوق كما نحن نفسنا. المناجدين لهم يتحاولون عنه جميعاً على جميعاً. المناجد يتحاولون عنه يتحاولون من ساودية عربية عندما يجب أن تحاولون ساودية عربية ساودية عربية بين ميكا و مدينة هنا. اه اه يعني انت عارف الاداية الحكومة في البحرين الشقيقة والغالية والعزيزة ارضا وشعبا هو اداء الرتويت يعني 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 الرشوة بتاعت ده دي زي الحوافز يعني السعودية قدمت الرشوة ودي حوافز بقشيش الشاي حاجة كده. تظاهرات عريمة خرجت في فرنسا اه في اسبانيا. فرنسة ايه? التظاهرات العريمة في فرنسا بتاعت السلطرات الصفراء اه كانت من زمان اوي. تظاهرات عريمة خرجت في اسبانيا ضد فساد ملك اسبانيا السابق اللي تنازل عن العرش في الفين واربعتاشر. لماذا لا يحاسب الملك? فهو فرد كبقية افراد الشعب. هكذا كان العنوان في تلك التظاهرات. اه 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 حقيقة تواصلت التظاهرات من الشعب الاسباني ومن ضمن التساؤلات اللي سؤلته هي تساؤلات منطقية وفي محلها مين الساعد الملك على الرحيل اه في اللحظات الحاسمة. حلوة اللحظات الحاسمة دي. في اللحظات الاخيرة قبل ما الكماشة تطبق عليه. لا تساؤل منطقي اه يدور بقوة في الشارع والتظاهرات الاسبانية. موسيقى 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 للمناركتي المناركة statistics لا تتحد القSn無ون فحوانا يتحدث المناركية جميعها في هذا الانتيموناركي في الواقع في يونيو فتحت المحكمة العليا اسبانية تحقيق في ضلوع اخوان كارلوس في عقد اللي خط سكة الحديدية فائق السرعة في السعودية ذكرت صحيفة لتريبيون دي جنيف السويسرية انه تتسلم مئة مليون دولار من العهل السعودي الراحل ومن خلال محامية رفض اخوان كارلوس 82 سنة التعلق او التعليق على المزاعم ونقل بيان من القصر عن خطاب خوان كارلوس الابن قوله تحدوني الرغبة في ان افعل افضل ما في مصلحة الشعب الاسباني ومؤسساته وانتم كملك ابلغكم بقرار مغادرة اسبانيا في ذلك الوقت هيروح فين لما يخرج او لما خرج الصحف العالمية تتحدث انه هرب للامارات ومقيم هناك الان معززا مكرما غمودي اكتنف وجهته هل يختبئ ملك اسبانيا السابق في ابو ظبي طب ام ظبي السؤال اللي بيفرل نفسه يعني طب في الظبي ذاته ذكرت صحيفة ABC الذي عادة ما تكون على دراية جيدة بالشؤون الملكية ان العهل اسباني السابق يختبئ في ابو ظبي حيث ان لديها علاقات طيبة مع عليا عهد ابو ظبي الشيخ محمد ابن زايد النهيان حيات كل الناس المحترمة على علاقة طيبة بابن زايد كل الناس كل الناس الشريفة والطهرة واللي اديها لا ملوثة بدماء ولا باموال فاسدة اه اه ليها علاقات طيبة بابن سلمان اوضحت صحيفة ان اخوان كارلوس غادر مدينة فيجو بشمال غرب اسبانيا على متن طائرة خاصة متوجان الابو ظبي حيث يقيم في فندق اسر الامارات اغلى فندق اه في العالم ولم يرد المسؤولين في الامارات وفندق قصر الامارات على طلبات التعليق ولم يرد محامي الملك السابق على طلب اللي وجهته الصحيفة للتعليق وامتنع المحامي وقصر الملكي والحكومة عن الكشف عن مكان اخوان كارلوس بين اسبانيا وابو ظبي اتفاقية لتسليم المطلوبين وقعها اخوان كارلوس نفسه في 2010 في 2010 فضايح فضايح